ضيفنا اليوم أكاديمي وناشط سياسي له آراء يمكن جريئة نوعا ما خاصة في الجانب السياسي ويحاكي القضايا اللي تمس يمكن يشارع سياسي بشكل أو بآخر معنا دكتور أحمد سامي المنيس مسي عليكم الخير دكتور شكرا لدعوتكم الكريمة حياك الله نورتنا نورت الساديونا يمكن احنا قبل لا نبلش معاك بحوارنا رح نطلع بلمسة بسيطة عن الله يرحمه طبعا سامي المنيس دكتور أحمد يمكن شفنا تغرير العم سامي المنيس هذا الرجل الذي تركه بص مواضحة وكان صاحب مبادئ يمكن كان أحد القادة السياسيين في وقتها هل تأثرت دكتور أحمد المرحوم بخطوطه السياسية خنقول هي طبعا بلا شك يعني أنت أنا عشت مدرسة المرحوم سامي السياسية خصوصا في بداياتها لما أصبح يعني يعني يخوض للعملية الانتخابية أيضا لما كان جزء من العمل النيابي وتلمست طبعا مواقفه وشفت طروحاته بلا شك تأثرت فيها كنت تشاركه في بعض خنقول وجهات النظام طبعا بلا شك أيضا يعني اتفقوا إياه في أرائه خصوصا فيما تعلق بالحريات العامة إيمانة بالديمقراطية والممارسة الصحيحة للديمقراطية وأيضا يعني من خلال حتى مواقفة تجاه القضايا العامة صحيح الحقوق المرأة السياسية أيضا فيما يتعلق في النظام الانتخابي فيما يتعلق أيضا الفساد الإداري كثير من القضايا اللي كان يطرحها المرحوم سامي بن ييس للآن أنا يعني أتبناها والعكس أطرحها في كثير من أرائي فأكيد هذه البدرسة مدرسة ثقافية استفاد منها الكثير مو بس أنا طبعا حتى الناس اللي هم معاصروا وكانوا يشتغلون معاه في العمل السياسي حتى أتذكر طلبة الجامعة اللي كانوا يشتغلون في العمل النقاب طبعا الآن كبروا كانوا من الحريصين جدا أن يكونوا حاضرين معاه في ندواته في حملاته الانتخابية إذن بالرغم من حرصك على متابعة الله يرحمه المرحوم العم سامي بن ييس لكن أثناء وجودك بالانتخابات طرحت نفسك شخصية مستقلة عن العم سامي بن ييس يعني أفكار وشخصية مستقلة عنها ما يقدر ينسخ نفسه ويصبح نسخة مكررة من والده أبو لأن الظروف اللي عاشها سامي بن ييس تختلف عن الظروف اللي أنا عشتها الخلفية العلمية والأكاديمية والاجتماعية والسياسية تختلف عن خلفيته أنا هذه كلها تسقي للإنسان لكن القواسم نشترك اللي تجمعني بينه وبين المرحوم هي القواسم تتعلق مثل ما أنا ذكرتها مساء يعني المبادئ أساسية الحريات العامة الإيمان بالديمقراطية محاربة الفساد هذه كلها أمور تجمعني مع سامي بن ييس قد نختلف في آلية المعالجة أو طريقة يعني مواجهة هذه الأمور لكن تظل المبادئ واحدة ما لا بتختلف إطلاقا يعني المبدأ واحد العم يمكن نسامي المنيس عسى الله يرحمها كان يهتم في قضايا قومية عربية اهتمام كبير أين الدكتور يمكن أحمد من هذه القضايا القومية العربية مثل ما قلت لك مساء القضايا القومية اختلفت في زمن وفي عهد وفي عصر المرحوم سامي بن ييس الوالد الله يرحمه كان في عهده أيام ثورة قومية وثورة عبد الناصر وكان هذا المد القومي ضد الاستعمار وكان في هذا الاحساس بين مجاميع العربية أنهم كلهم يشكلون دولة واحدة وهدف واحد وكيان واحد هذا كل اختلف يعني القومية العربية الآن غير مجدية بالدفاع عنها في ظل التفكك هذا لا طبعا يعني في بدايات طبعا هذا الوعي القومي كانت الظروف العرب تختلف تماما على الوضع الحالي صحيح الآن احنا اكثر تفككا اكثر تشتتا تشرذما خصوصا بعد الاحتلال العراق للكويت هذا طبعا وضع نوع من الأسفين وقسم العرب أكثر من الأول فالوضع الآن الإقليمي والوضع في المنطقة العربية يختلف عن وضع أيام سامة من نيسي يحتم عليك الابتعاد عن هذه القضايا لا لا بالعكس لازم يكون لك رايف في أي موضوع كان طبعا احنا الآن دفاعنا عن قضية فلسطينية هذه قضية مصيرية حتمية دفاعنا عن وإيماننا الفعلي عن حقوق الشعب الفلسطيني دفاعنا عن حريات العرب ضد كل أشكال الاستعمار التدخل الأجنبي هذه قضايا للآن احنا متمسكين فيها بس أقوله أن الطريقة اللي تنظر فيها إلى هذه القضايا تختلف عن سابق طريقة المعالجة راح تختلف العرب الآن مو مثل العرب أيام الخمسينات والستينات بسبب حالة الشرذم وحالة التفكك وحالة الصراع الآن احنا نشهد الآن صراعات في المنطقة لم تكن موجودة في السابق قبل كان العرب هدفهم مواجهة الاستعمار الآن العرب يتضارموهم مع بعض يعني هل الوقت عن الربيع العربي كان سيء على الشعب العربي بشكل عام؟ عفوين؟ الربيع وجود العربي فترة الربيع العربي حاليا اللي احنا عايشينها يمكن هي مجاعد سياسية اللي وايد صعبة بالنسبة لنا لو تتوقع أن اللي رحمه العم سامي المنيز كان موجود بهذه الفترة شنو رأي السياسي راح يكون بهذا الشيء اللي موجود حاليا؟ طبعا ما أقدر أجزم أتكلم عن المرحوم يعني يمكن رأي السياسي قد يكون مختلف عن ما أذكره الآن لكن بلا شك راح يكون مستاء حالة التفكك والصراع بين العرب هذا شيء يعني مؤسف جدا ولكن أتذكر موقف المرحوم لما صار الاحتلال العراقي لدوية الكويت كان موقف وطني مشرف ضد هذا الاحتلال بلا شك يعني لدرجة أنه كرمز يعتبر مش بس رمز وطني رمز قومي حاول حتى المحتل العراقي أن يقترب من المرحوم ويحاول أن يستقطب ويأثر عليه لكن كان لا موقف مشرف رفض تماما بس هذا أقيس عليه لو أنت الآن تسألين هذا السؤال بما يحدث الآن في المنطقة بلا شك الموقف راح يكون أيضا موقف وطني ضد هذا النوع من الصراع ضد هذا النوع من الحروب ضد هذا النوع من التشرذم اللي قاعد يحدث بين العرب كيد يعني دكتور رحمد دل يمكن خضت في المجال السياسي هل أضاف لك هذا المجال السياسي شيء كنت أنت تطمح له أما خذلك هو الاثنين هو أضاف وأخذلني قالك تشفت أنه بالعمل السياسي بالكويت لا يكفي أنك أنت تحمل برنامج ولا يكفي أنك أنت تحمل فكر أو مؤهلات الخوف في العمل السياسي يستدعي أيضا يكون عندك يعني إمكانيات أخرى قد لا تكون مؤمن فيها يعني مثلا في الحملات الانتخابية على سبيل المثال أنت لابد أن يكون عندك شبكة من القواعد أو من المناديب سنكون دقيقين أكثر من أهم قادر على إنجاز معاملات في بعض الأحيان يدفع أموال للناخبين أنت ضد النائب اللي يقوم بمساعدة المواطنين لا أنا مو ضد المساعدة بس ضد عمل أو إجراء معاملة غير قانونية هذه وحدة الشيء الثاني المساعدة شيء واجب في ظل وجود هذا الفساد الإداري أكيد فيه ناس رح ينظلمون وإنت دورك في حال الوصول كنائب طبعا أنك أنت تعالج الخلل بس معالجة الخلل مو أنك أنت تقدم خدمة لناخب فقط أنك أيضا تعدل النظام ككل بس أكثر النواب الآن اللي يمكن يقومون في موضوع المعاملات يرفعون التظلم عن بعض الأشخاص يسهلون عملية مثلا وصول شخص إلى منصب هو يستحق أصلا ولكن يمكن العملية المعقدة اللي موجودة صعبة على هذا الشخص فالنائب هو اللي يوصل إلى الوزير ويوقع الكتاب يعني أكثر المعاملات تكون بهذا الشكل هذا شيء مشروع بس يعني نتمنى أن هذا النائب عندما يعالج خلل من خلال إعطاء شخص حقه أنه أيضا يقوم بتكملة هذا الواجب بمعالجة النظام ككل فيه ناس ما يمكن ما يقدر يوصل حق النائب فيه ناس يمكن احتمال يكون أيضا مظلومين بسبب هذا الخلل الموجود في النظام صحيح في نظام الإداري خلنقول وبالتالي أنت لما تيتعالج هذا الخلل من خلال محاسبة الشخص المسؤول من خلال محاسبة القيادي أو الوزير هنا أنت علشت مو مشكلة واحد أنت الآن حليت مشاكل كثيرة لناس كثيرين قد يكونون حتى في المستقبل يعانون من نفس المشكلة هذه فأنا أعتقد إحنا مشكلتنا أن ننظر إلى محاولة مساعدة شخص لأنك أنت تحاول تتكسب من وراه انتخابيا وهذا خطأ أنت كنائب دورك أنك تعالج النظام ككل تحل المشكلة بشكل أكبر صحيح إذن وجود النواب الفترة الأخيرة قاعد نلاحظ وجود نائب يعني يكون أبوه مثلا كان نائب المجلس قبل وقاعد يتكرر هذا الشيء هل التوجه السياسي للأب أو مثلا للأهل أو لأهله قاعد يخليه يكون بالمجلس هل إيه هي العملية صارت عملية وراثة للكرسي لا مو وراثة يعني أنت في النهاية إذا المرشح يفرض نفسه ويستطيع طبعا أنه يقنع الناخبين إذا كان يحمل فكر أو يحمل طرح وينجح في هذا الإطار لا بالعكس شيء لأن الكرسي نيابه مستحيل يكون وراثة بس أنا أعتقد إذا كان لا مثلا منطق سياسي معين ولا شريحة كبيرة يمكن بتبني هذا الفكر الأبن إذا كان نوعا ما هو نفس خط أو نهج الوالد صحيح أكيد راح يسهل عليه أمور كثيرة صحيح يعني شوف أنت عمل حساب أن القاعدة الانتخابية اللي تدفع في الولد تكون ولائه أكثر للأب صحيح هذا بكمل لك ياه وفي جزء ثاني من الناس ينتخبونه لأنه مؤمنين بهذا الفكر اللي يمتد حق فكر الأب صحيح وبالتالي يشعرون أن هذا الشخص ما يحمل من طرح هذا أيضا استمرارية ما يحمل الأب وبالتالي إيمانهم فيه لأنه إيمانهم بالطرح السابق اللي كان يطرحها أبوه هذا أتفق وياك في أيضا جزئية ثالثة أنت لا تنسى أن النائب دائما يمني ولاءات وهذه الولاءات عادة بسبب العقلية العربية أنت تدري إحنا للآن متأثرين بالجو العشائري خنقول أو بالطبع العشائري صحيح نائما نميل أكثر أن هذا الرمز عيالهم امتداد له وبالتالي ولائنا لا بد أن يكون أيضا لهذا الشخص أو لهذا الولد هذا الإحساس العشائري في العلاقات الاجتماعية عند العرب موجودة عند بعض الناس قدرت أنت تكسب دكتور فيات خنقول قبيلة تشمر بما أنك أنت تكتبين لا لا لأن دائرتي طبيعتها يعني ما تحمل هذا الفكر القبلي يعني فيه ولااءات تكون ممنية على أساس ولااء سياسي ولااء فكري ولااء بس قليل منه يكون السبب بأنه يعطيك هو انتماء عشائري أو قبلي المنبر المخلاطي يمكن انتميت له بشكل كبير هل تعتقد أن هناك ثقافة المنبر تغيرت عن السابق؟ هي تغيرت تغيرت كثير طبعا طبعا يعني من رحيل سام منيس الله يرحمه هو أمين عام المنبر ووضع المنبر في تدهور يعني وهذا نحن نشهده الآن يعني تفكك قواعده الآن اختلفه وحتى في المجالس النيابية طبعا في الترشيحات اللي تمت مؤخرا صار في خلاف داخل المنبر في قضية دعم المرشحة وعدم دعمه شاهدنا تناقضات في بعض منهم يعني تحس انه في حفاظ على الدستور أثناء الانتخابات؟ بس خلنا نكمل جزئية معنا تأمور هذه يعني أنا أعطيك مثال يعني مثلا في الانتخابات النيابية اللي تمت تجد أن موقف المنبر إنه مقاطع للصوت الواحد بينما إذا واحد دجح من المرشحين المنبر ووصل للمجلس موعف مرشح من المنبر من الناس القريبين خنقول من فكر المنبر يروحون هنونة فتناقض بالمبر؟ هذه التناقضات اللي احنا نشوفها ما كانت موجودة في السابق فبالتالي يعني هي مقصة إيمان بس استكمالي سؤالي مقصة إيمان بالديمقراطية فقط إيمان بالدستور أيضا إيمان بالممارسة الصحيحة هذه مهمة يعني أنا أحمل مبدأ ثم أناقض من خلال ممارساتي هذا مو صحيح يعني هذا معلنات أنه أنا ما عندي مزداقية ولهذا السبب بعض الناس اللي بتاعدوا عن المنبر لأنه شافوا هذه التناقضات اشعروا أن هذا الوضع غير سليم وغير صحيح والأيام أثبتت صحة موقفنا كثير من اللي كانوا مقاطعين في السابق في المنبر الديمقراطي اللي هما بدوا الصوت الواحد خاضوا الانتخابات فيما بعد دائما يقولون أن السياسة هي لعبة ومن يستمر على مبدأ يخسر فيها لازم يكون متقلب نوعا ما ويبدأ عادي يعطي أعذار حق نفسه ليش غير هذا المبدأ سواء نظر سياسي تغير في الأحوال الثقافية السياسية اللي قاعدة تصير فأتوقع أن العملية الآن تغيرت يعني السياسة ما هي السياسة القديمة صارت فيها اللعبة السياسية بشكل وايد خنقول واضح وغريب هو التغير في المواقف وليس في المبادئ هذا شيء وارد بس لا يكون التغير يأتي عقب يعني خنقول أجواء من التخوين أو مواقف كان فيها نوع من الحدة في الطرح ضد خصومك يعني احنا أعطيك مثال يعني في مرسوم الصوت الواحد أنا كنت من مؤيدين هذا حق لصاحب السم الأمير شنو حدث حدث تخوين حدث اتهامات باطلة وجهة لنا ألقاب مع الأسف الشديد كانت يعني خارج عن العمل الدبلوماسي السليم أو العمل السياسي السليم في الممارسة السياسية هذا كله طبعا اكتشفنا فيما بعد انه انقلب 180 درجة في الانتخابات اللعقب أصبح الآن احنا اللي كنا بالسابق مخونين لأنه مع الصوت الواحد أصبح الأشخاص اللي قاعدين يخونونه يمارسون الآن ويخوضون انتخابات الصوت الواحد بس احنا ما خونناهم ما عملنا نفس الشيء بس نبهناهم عن اللي سووا فيه نحن وبالتالي هذه المواقف هذا اقلاب 180 درجة هذا مو قصة انه تغير يعني مو بس ان المبدأ تغير هذا انتكاسة اللي مبدأ انت كنت بسابقة نادفين نحن نبين سكر هذا المحور ولكن عندي سؤال أخير في هذا المجال هل السياسيين الآن افقدوا الرقي السياسي في التعامل مع القضايا ايه طبعا احنا نسمع لغة جديدة في القطاب السياسي لغة يعني لغة الاسفاف خينجون الاسفاف حسنت لغة الاسفاف يعني اذكر مرحوم سامي منيس ولا بعض رموز العمل السياسي الاكبار العام جاسم قطامي الله يرحمه وغيرهم كان يعني يقف في الساحة السياسية في دوانيته في مجلس الأمة ولا يتطاول على الآخرين ولا يتهمهم ولا يقضفهم ولا يمسهم بألقاب سيئة لكن الآن اصبحت موضة جديدة اصبحت هذا اللغة لغة الاسفاف والمساس بكرامة الناس وتجريحهم تعتبر جزء من باعتقاده طبعا جزء من العمل السياسي السليم بالعكس هذه يساء للقيم يساء للأخلاق وبالعكس انت الآن قاعد تعطي قدوة سيئة للشباب لأن هذيرا في المستقبل رح يمارس العمل السياسي خلنا نتقل شوية من المحور السياسي إلى محور التعليمي اللي هو الحين بالذات ان احنا فترة امتحانات واليهال ومدارس وجامعات لكن الاسف انه في شهادات وهمية قاعد تطلع بالكويت وصدر قرار محكمة الاستقناف في تزوير ثمانتعش مواطن لشهاداتهم شو رأيك به الموضوع هذا امر وشنو تأثير الموضوع على عيالنا وعلى الجامعات الموجودة والتربية والتعليم اكيد قطورة الشهادات الوهمية لن تقف عند الشخص اللي حصل على الشهادة بل سوف يتعدى هذا الامر لما يمسك وظيفه هذا الشخص شون انا امنع على هذه المهنة قد تكون مهنة حساسة قد تسبب اخطار على البشر نفسهم فبالتالي هذا الامر جدا خطير بالاضافة ما سوف يخلقه من قيم يعني الشخص اللي وصل عبر الشهادة الوهمية يوم الايام قد يكون قيادي وهو يعلم مسبقا انه لا يستحق هذه الشهادة فكيف راح تكون ممارسة مع الاخرين صحيح وبالتالي هذا امر جدا خطير دكتور احمد يمكن بما انك عضو هي التدريس في الجامعة هل تعتقد احنا سمعنا ان هناك بعض الدكاترة في الجامعة عندهم شاهدات وهمية ممكن قلة قليلة ولكن هل صحيح هذا الموضوع لا مو صحيح لا 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 لان جامعة الكويت من عمرها ايام الستينات كانت دائما تبعث معيدين البحثات الى الخارج الى جامعات مرموقة وجامعات معترفية معظم الكادر تدريسي في جامعة الكويت خرجين جامعات ممتازة تحت اشراف ورقابة جامعة الكويت وبالتالي ما يشاعوا ما يوقعوا غير صحيح لكن التخوف الفعل هي التعينات اللي تأتي من خارج الجامعة يعني احيانا في بعض المحاولات طبعا ان عضاء التدريس يرغب انه يدرس بس هو غير معيد بعثة هو حص الدكتوراه من خارج جامعة الكويت جميل يرغب انه يدرس في الجامعة عندنا هذه فيها نوع من الخطورة فيه ارقام يمكن صراحة تخوف نوعا ما يعني صنفة جامعة الكويت من المركز او في المركز 2499 عالمية بتكلم عن المستوى الاسيوي 743 مركز العربي 29 يعني اتوقع مراكز متدنية ليش السبب هذا السبب لا علاقة شوف هو طبعا انت ما تقدر تناقش هذا الامر بطريقة مباشرة وسهلة لابد ايضا انه تناقشه في اطار اشمل واكبر شوي جامعة الكويت ارى جزء من منظومة ثقافية واجتماعية وسياسية تأثر وتؤثر صحي يعني تأثر وتتأثر بالعوامل هذه كلها وبالتالي انت عندك مشكلة بالتسييس التدخل في العمل الاكاديمي عندك مشكلة في مخرجات التعليم العام يعني النظام التعليمي في الكويت هي عبارة عن حلقات من سلسلة حلقات صحي زين اذا 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 تلفت احد الحلقات راح تنعكس بشكل سلبع الحلقة التي تليها تبدأ من رياض الاطفال وتصعد لي توصل للتعليم العالي التعليم العالي هي اخر حلقة في هذه السلسلة وبالتالي مخرجات التعليم العام سيئة يعني الطلبة ليونيك اساسا ضعاف وبالتالي اذا كانت البنية المعرفية ضعيفة شون تقدر تمنع عليها اساس سليم ما تقدر صعبة الامر الثالث الصراع السياسي في البلد مع الاسف الشديد حتى التعليم تم تسييسه والمشكلة ان الصراعات هذه تأثر يمكن على كل المستويات كل المستويات في النهاية دكتور احمد سام المنيس سعدنا بلقائك اليوم معنا وانا اسعد شرفت لغا اللقاء وانا هذا الحديث الجميل حديث سياسي التعليم يخنقل الله يسعد لك كل شكر لك على وجودك معنا شكر لكم لكن احنا مستمرين معكم مشاهديننا بعد الفاصل ان شاء الله راح نكون بفقرة عشاننا وزميلنا فيصل عجمي